السلام لبنات كديرين لباس عليكم كوشي باخير كنت ممنع هذا الفيديو لقاكم في أحسن الأحوال صراحة هذه أول مرة نضير قدام الكاميرا بقام مولفاش مهم إذا كنت أول مرة كتشوفي الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك و باشتراك و مرحبا بك في القناة ندخلو دابل الموضوع ديال الفيديو مهم انا هنا جامعة اللي جربت وساليتهم رأيي ديالي فيهم الحوايج اللي غان عاود نشريهم والحوايج اللي غان عاود نشريهم مهم انتم معايا صراحة انا ما مقسمت كل حاجة بوحدها سكن كير بوحده و المنتجات العناية بالشعر بوحدها فنا غان هسا اول حاجة جات في ديالي و غان قول لكم رأي ديالي فيها بالنسبة لبنات لهاد شامقون صراحة زوين بزاف انا تقريبا كان من بالنسبة لان الشامقون انا نقول لكم كان نبدلو من كل فصل ما كان زعمان ما كان نطولش بزاف اما بالنسبة لهذا تقريبا الفصل ديال الشاكه انا كان سعملو زوين بزاف علاش غادي نبدلو غاي حيث دابا يدخل الفصل ديال الصيف تكشيع لشبا نبدل شامقون زعمان غير هاد السبب ما كان شي سبب هادو بميكرو كيراتين و بزيت الحب السوداء كتعرفوا الحب السوداء زويننا بزاف الشعر و بزاف الواصفات للشعر كتكون فيهم الحب السوداء فانا كيف قلت لكم علاش بغا نبدلو غير حيث زعمان دابا بقري بدخلصي داكشي علاش بغا نبدل شامقون يعني موطلة بدلت وزعم ما ما عجبنيش داكباش غا نبدل فادي نعاود نرجع لنفس شامقون هادو ديال السبب زوين بزافة لبنات هادران الشعر طاويل ومجاعد هادا لبنات كيف قلت لكم يعني كو ما كونش بغا نبدل علاويد حيث كان بدل من كل فصل شامقون فادي نبقا في نفس بني امكاننا نستعمل هادو شامقون هادا بالنسبة لهاد السيروم البنات هادران ما معروفش بازاف والا ك normalizedug البنات هادرها بتلاتين درهم كيطي واحدنا مز Travis ما كيخلي الشعر بحلم زيت كان من بعده السيروم كال shields كل شهو يبقى كيبيلك لأك شعر بحلم زيت ماا كيعتش ذاك الل dragging لكيبني الشعر صحي ولكن هذا العكس كيعتاد ذاك الل stretches كيبني الشعر صحي و بالنسبة لهbones 30 درهم زوين بزاف فانا يا هادا سيلا ليه علاش غادي نبدلو كي بكتلكم انا بنسبة لهاد المنتجة ديالشار كان بغين نبدلهم من هاكا كلها فاصل كان بغين نبدل فانا بغيت نبدل بايل سيف سيروم ديال ايل سيف كيشكروه بزاف فدكشي علاش غادي نبدل هادا فبالنسبة للبناس زعمال اللي غايستعملو اول مرة غايجربو اول مرة زعمال غاوي بدلو ويجربو شي سيروم اخر ويجربو هادا زوين بزاف وحتى الثمن مناسب 30 درهم هانتو مالبنات هو هادا اا دابا امشو احب اا بالنسبة لهادا هادا الكريم ديال نيفيا هادا راه ديال الوجه زعما كيرطب وديل في ديال تفتيح اس بي اف 15 دا ما في عامل حماية 15 البنات هادا راه لا علاقة نهائيا كديرو في وجه كخلي لي وجههم زيت معلك وعاد كان نبض ليشيح ببطرقا هنا في الجبه ديالي ما زوينش بزاف ويتفتح ما كيانش يتفتح زعمال و بالنسبة لهاد الكريم راه ما تيفتح ما كيرطب صراحة انا زعمال بتجربتي الخاصة اااااااا ما زعمال ما مارطبش لي البشرة ديالي ويعاد خلاصة بالنسبة لبنت اللي ما كيبغيوش هكا المونتج اللي تكون فهم ريحة مجهدة هذا ريح جمجه بزاف فيه ريحه مجده فانا ما بغيش نرمي صراحه عامر الطيع ما كيبغيش الله خليتو غاكب على مرات كنستعملو ليدية ورجلية هذا صراحه لعلاقة ما زوينش زي ما ما كيرطبش دابا غنشوف بالنسبة لهذا الكخيم نتويون ديان نيفيا هذا وعر بزافة البنات هذا رب خمسة وخمسين درم كان ناخدو دي مرات قربا شي عامر وانا كنستعملو زوين بزافة البنات غير خودو هادا رانيت ديال البشرة الجافة والحساسة هادا رانيت ثلالية ولكن غادي نشانجي ماشي حيت خايب غير حيث بغا نجرب ديال سي طافل حيث انا استعملت كريم مرتب ديال سي طافل وعجبني بزاف وقلت نجرب حتى الغاسول ديال وكيف قلت لكم فراه لما عجبنيش عاوتني ديال سي طافل حيث اول مرة غادي نزعمه باقي مشري عند بادا ثلالية تنشرين ان شاء الله ديال سي طافل وعلا ما عجبنيش غادي نرجع لهذا ازبين بزافة وخمسة وخمسين درام اخر ما راقشو خمسة وخمسين درام اخر ما راقشو خمسة وخمسين درام دا بصراحة معرفش حال حتى باكل شي زاد ما عروش حال غا يكون مويم انا كنت كناخدو خمسة وخمسين درام هذا بزاف زوين البنات هذا ديال ديال نيفيا دابا اللي جيل انتيم هاد ديال سي دا سي دا سي غيل وصاف وغيل هاد هو عريم بزافة البنات ازا ما اش غا نقول لكم بالنسبة لهذا انا راك نستعملو بعد المرة حتى لوجه ديالي وبالنسبة للدراري والبنات اللي كيعاني ومنحب الشباب راك يغسلو بوجوههم زوين بزاف كيعقم الحبوب بشبك يخليش هكا الحبوب بيكتر زوين بزاف مهم بالنسبة لهذا جوج هاد اخدو واحد فيهم زوين بزاف وبالاخص هاد عندو بزاف ديال استعمالات كيف قلت لكم كناختلو بعض المرات حتى وجهي بالنسبة لهذا الموزيل رائحة العارق هاد الجوج هادو زوينين بزاف راسالة ولية غنعود ان شاء الله ناخدهم بالنسبة للنيفيا كناخد بعض المرات هادو الزرقة وبعض المرات الغوص وهادي ضوف تايزوين بزاف وريحتها زوينين كتكون كذلك الريحة كترح سيبها راح تنقى زوينة الرحة اليال هادو بجوج سالولية ان شاء الله غادي نعود ان ناخدوه بالنسبة لبنات لهذا الجلد وش هادا زوين بزاف ديال نيفيا وكيخلي حتى الحمار طيطب انا كنت جربت ديال ضوف ومنلي كان خرج من الحمام كيبقى الحم ديالي بحالة حرش معهم لماذا ما بقيمش نهائيا فانا ذا كنت استعملوه في الصيف كيع جبني واخحنا كنت بغيوها كان بك في الصيف كليطب كنت بغيو دك اليجيل يكون بالفاواكيد وكراوا ويحماوا نعيشها ودك شي انا صراحة هادا كيع جبني اذا كنت تقرب يسالي لي ان شاء الله غادي نعود نشرى هذا بيالنيفيا زوين teachers anda لا بداخل يخفيفة زوينة كنت تحسب حيح المراتة وزافينة جدنا نتيجة انا بساطة Ninive في الجلد اخفيفة زوينة انا كنت تعملوه بعد مانس كنحيد زغب منية ديورجلية زوين ما كيدير لحبوب لا حتى شي حاجه هم دير نحته بالنسبة لمنطقة الحساسة وانا ما كنديروش لمنطقة الحساسة هادا راه بالنسبة للابوسونسيب اللي عنده البشرة حساسة زوين بزاف هادا كنت اخذو منبغة فرماسية 150 دغم نيسرا قرب يساليا ان شاء الله غادي نعود ناخدوه اه بالنسبة لهاد الكريم هادا ديال نيبيا زوين بزاف هادا كير الطب وبالكاكاو كنت اخذته اخر مرة 35 درغم هادا زوين بزاف هادا خدوه التاريحة دياله واعرة و الترطيب دياله زوين بزاف هادا ديال نيبيا ان شاء الله غادي نعود ناخدوه اه بالنسبة لهاد سكراب هادا اه صراحة انا كنت كان ناخد ديال ديال الشوفان و اقول زعمها كان بدل ناخد هادا هادا صراحة وهو زوين كي زوين و لكن اه دوك الحوبيبات اللي فيه شوية مجهدين على على البشرة بالاخص البشرة الجافة و شوية ما زالها كل جسم اه و لكن بالنسبة لوجه شوية قاسحة اه دوك الحوبيبات فيها خشان بزاف ديال الشوفان زوين كي يناسب البشرة الجافة اه فهدا قلت انا هدا باقي مسالة شليا اخلي غير جسم ديالي ان شاء الله ان شاء الله اorusها كان لوجه اخد ديال شوفان و بالنسبة لهادى مارك راهزوين زعم هادا ماشي غير بدل لغير ليكنت غير ناخد غان عود و رجعو رجعي و غان ناخد ش هذا حيث هذا ما رأي انا ما رتيش خصصا لبصرة الجافة بالنسبة لهذا الكريم غليسوليد وعر كميرا الطبية ترطيب وعر فيه الأصلي ومزور بالنسبة لهذا هو الأصلي اللي كتكون فيه العلامة هنا في الجنب وكتكون فيه حتى الكتابة هنا كما كتشوفه فيه الكتابة الداخل وكتكون كتبه فيه صنع ألمانيا بالنسبة لهذا المشي أصلي ستكون العلامة فيه في الوسط أو هناك وكتبه لا تكون فيه في الغطايا هذا زوين بزافة لبنات أخر لن أخذ 25 درم بقى فيه شوية إن شاء الله سوف نعود لناقضه بالنسبة لهذا الكريم الميبو هذا زوين بزافة بالنسبة للبنات اللي والدين من هكا سيزاغين تبقى لطرس دي العملية ودك الشي دي الفتحة زوين هذا كي يخفف من الآثر دي الفتحة وحتى بالنسبة لل لا يحفظ منك أن تحرقوا هكا في كوزينة ودك الشي هذا من الأحسن أخذ ديها وتبقى عندك في الضار هادي كنت أخذتها 150 درم واقيلة من الفرماسيان زوينة بزافة الحرائق وحتى اللطخة كيف قلت لكم دي السيزاغين هذا زوين بزافة مصائبة بالمواد طبيعية بالزنجلان زوينتها ترحتوا برحت الزنجلان بالنسبة للبنات هذا 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 صراحة لم أعجبنيش نهائيا يجب لي وجه مزيت أخوة أخي سلصة البشرة الجافة ولكن لم أعجبنيش نهائيا ومن اللون وجهه يتبدل لا أعرف كيف ولكن من اللون كان أغسل زعمة وجهه من نصف يجع وجهه عادي ولكن من اللي كان نديره كيف قلت لكم كل اللون وجهه زرق وأخاه هو وراه ان فيزيبل زعم ما ما كعطيته شي لون ما عرش أنا كيفاش يعني هذا ما نعاوش لناخده نهائيا فأنا كيف قلت لكم بالنسبة لهذا هي بعد المرات كنديروا هكا في الضرب إلا ما كنش خاجحة كيف قلت لي اللون دير وجهه أما بالنسبة للبنات لهاد الكريم هذا ديال سيطافيل وعر ما نستغناش عليه نهائيا هذا ناخده ب130 درهم والصغيرة ب90 درهم ولكن هذا يجي نحسن اقتصادي فعليش قلت لكم قبائلة بغان بدل هذا الغاسول ديال كريم نيت وايون ديال نيفيا حيث بغيت نجرب ديال هذا ديال سيطافيل بحكم أنني جربت هذا الكريم مرتب ديال سيطافيل وعجبني وبزاف اللي بنات كيشكرتها الغاسول ديال وجه ديال سيطافيل قلت نجربه هذا الكريم بغان بدل الكريم ديال ديال المنظف ديال نيفيا اما بالنسبة لهذا ان شاء الله سنعود ان اخده درانين سالانية بالنسبة الاخر بالنسبة الاخر بالنسبة للبنات العادو هذو ديال اللي طيب كنت اخذتهم من المينيسو دراب 23 درام الحاجة اللي زوينة فيه انهم صغير يقدروا انفسك معاك وذلك ولكن ترتب رماشي مثلا تكون ناشفة خاصة الترطيب فقلت لكم ما كيرطبوش ترطيب بالنسبة اليد اللي تكون ناشفة وخاصة الترطيب يعني اعطيك الترطيب اللحدي ما وزع ماما مودة طويلة غيب حلقة مرة مرة تكون ديالة ارافستك مرة مرة ترطبيت ديال انا دو ما نعاود شن ناخدهم ما زع ما ماشي شي حاجة اللي تسهل انك تتاخذ ما تسهل ان ان ناخدها اه صعفي وبالنسبة لها هذا ديال فازلين ديال الفم زوين بزافة لبنات كي اعطيت ترطيب زوين بالاخص فشتة انا الفم ديالي فشتة كي يأكل كي تقشر ليه بزاف زوين بزاف وحتى اللوين فيه زوين اه يمكنش خمسة وعشين در ان هادا كنت خديتها واقعا اه ان شاء الله انا نعاود نشرها اه فبالنسبة لها هذا ديال الفم ديال هادو ديال ميبيلين زوينين بزاف كي يعجبوني اخفاف على البشرة وخانا صراحة الفم ديال ما كينديرو مش كل نهار مرة مرة حيز ما مزنش انه كل مرة زع ما كل نهار دير الفم ديال فم ديال عندو كي يعجبوني اه هو مفهمش داك زع ما لكو فونس انه كي يغطي بديك التقطية كاملة ولكن زوينين يعني وكتحسي بيهم خفاف على على الوجه ديالك اذا ان شاء الله غنعاود اخطو حيز سلالية اه بالنسبة لهادي الكونسيلر هادا ديال غيفوليسيو ما عجبنيش نهائيا اه عارتش كي ديال كاريته تحت عينية اه مهم كنت كان قول را غلط في اللون يمكن قديت اللون ماشي هو هاداك حيز ما اللي كان ديرو كيتقلب لي اللون تحت عينية رمادي قلت انا داك مشكلة شنو السبب ديال هو ان اللون ماشي هو المناسب اللي خاصين ناخد خاصين ناخد اللون اللي ناسب لي الزعمات حتى عينية ولكن السبب تاني اللي ما عاديش نعاود ناخده هو ان ما كيدل ليش يخطوط ما كيكونوش كي يبانو من اصله و من اللي كان ديرو كي يخطط لي بزاف و كرح ستقل لصب حلا ولا تناشفة ذاك شلش ما عاديش نزعم ما عاديش نعاود ناخده نهائيا بالنسبة للمسكارا هادو هالبناس دير ميبانين واعرين هادو رما كيخطاونيش كيسالي كيسالي و كنعاود ناخد ارانية تبع قليل غير هادو اللي شوية فيه ان شاء الله رغضي نعاود ناخده مهم كل مرة بش حل كنناخده مرة كنناخد بسبعين درهم مرة بثمانين واحد مرة خطيتو من من كارفور خطيتو بسعدو بسعدو تسعين درهم واقيا ما ما عرفتش علاش فليقونس يكفص كيكونو زايدين ما عرفتش علاش مهم انا الاغلبية كنناخده ماذا ما من المول الماكياج بالنسبة له هادو زوين اذا ما كيعجبوني كيطلعوا الشفار مزيان و ما كتفقاش تحسي بالشفار ديالك كين بعد الماسكارات كتفقاش تحسي بالشفار ديالك بحل ملصقين مهم هادو زوينين بستافر ان شاء الله رغضي نشارك معاكم ان شاء الله المشاريات ديال اللي غادي ناخد ان شاء الله من بين هادو الماسكارا وبالنسبة الليبنات لهادو نيس ديال ميبيلين تهو وعر بزاف فدرها كان كحل بيعينية زوين بزاف كنت قبل من هادو قديت واحد كله كحل تهو زوين بزاف كيطلع كل لون كحل فرنسي بالنسبة لهادو كنناخده بربعين درهم زوين بزاف ان شاء الله غادي نعاود ناخده مرة اخرى وبالنسبة لهادو السيروم هادو ديال غاسين فيتا تهو زوين بزاف تهو برا ما بقاش في ان شاء الله غادي نعاود نشريه زوين بزاف علاش حيات كيرطب لي ذيك البلاصة وبالنسبة لسغ الويراتيين را ما كيتحيدوش نيهاء اياني كتب عليكم الكذاب اللي يقول لكم را تيتحيدو اللي ويراتين را ما كيتحيدوش هذا بالنسبة لي تكونوا من الاراق وذك الشيء كيتحيدو شوية واللي زوين فيه كسر انه كيرطب مزيان لذيك البلاصة لتحت العين فان شاء الله غادي نعاود يمكنكم تختيجو بشي سبعين درهم مبكتش عاقلة صار حول قيلة سبعين درهم سبعين ومعت خمسة وستين صافي هادشي اللي كينا البنات كانت من الفيديو ديال اليوم يعجبكم ونكون فتكم وان شاء الله نتلقاوا فيديو جديد ولقاكم دائما في أحسن الأحوال وما تنساوش اللي عجبكم في الفيديو تدعموني بلايك وبالشراك وشكرا جزاف وتبقاوا على خير